آخر خطبة إلى المرجعية انتقلت من الإرشاد والتوصيف والنصح إلى التحذير هكذا يمكن القول إذا صح التعبير فإننا سيكون لنا كلاما وموقفا آخر إذا أردنا نفكك هذه أو نفتح القوسين ماذا تتوقع؟ المرجعية حسب قراءتي وحسب اللي أعرفها المرجعية لن تخاطب الحكومة بالاستقالة لأنه هذا الأمر هم الطبق الجانب الآخر ينتظر أن تقول المرجعية يا حكومة استقالة حتى يقولون هذا خارج الاختصاص الفقهي للمرجعية لمرجعية السعيد السستاني أو المرجع الأعلى الأمور التي متوقع أن تعمل خارج الإطار الفقهي للمرجعية نعم يعني هاي مو من شغلها فقهيا أنا لست ضليعا بهذا الأمر بس القراءة أنه المرجعية انت تقرأ للجماعة شي يقولون هسا مرد حملك هذول الطرف الآخر راح يقول لك أنه أنت لا تعمل بالولاية العامة حتى تقول فلان وفلان لا تدخل بالتفاصيل يعني أنا أريد أرد عليك لا تعمل في الولاية العامة أو ولاية الفقهي ليش استقبلت الجهاد الكفائي اللي لبسكم هدومكم بعد ما صلخته أو رجعكم رجعكم سواكم زلم من جديد مو بس هاي لا أتذكر بالأحداث أنا التعامل بالانتقائية هذا يجب أن نعريه الآن أنت تقبل شي وترفض شي تقبل شي لما رجع يسويك زلمه وترفض شي عندما يقول لك أنت لا تساوي شي شوال منطق هذا ولذلك هذا واجبكم الآن واجب الإعلام الشريف أن نبسر به الآن أنا لو مكان الطرف الآخر وحتى من الخطبة اللي يقب ثلاث أسابيع للمرجعية ألملم أوراقي وأدير وجه وأطلع لو مكانهم لكن هم يراهنون على حقيقة أمور أصبحت بالتعبير المستنزفة أتلقاك بالتحرير وقل لك أقل لك أوقف فلو زعلان شل مرد حاجيك إش قد ما بجيت عليك هالسردة بتجيك تروح ودم بيدك وهذا رح يصير تروح ودم بيدك هذا رح يصير هذا رح يصير المرجعية حريصة على أمر آخر أكبر من هذا حريصة على الدماء على حقن الدماء الطرف الآخر لا أعتقد أدى حرص على الدماء